ترجمة نانسي قنقر محافظات المملكة وذلك للتأكد من التطبيق السليم لقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية بما يكفل مصلحة المستهلك بشكل رئيسي وتم خلال الحملات التفتيشية تركيز على التطبيق السليم للقيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية وبالأخص اللحم والأسماك والذبائح الحية والخضروات وغيرها من السلع الاستهلاكية الأساسية التي لا تنطبق عليها القيمة المضافة حيث أسفلت هذه الحملات عن نصد 17 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة أدع إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة